الماضي الساعتين ونتحدث عن هجوم إيراني على تل أبيب هو الأول من نوعه بالنسبة لإيران والثاني من نوعه تاريخياً بالنسبة لتل أبيب بعد هجوم صادم حسين في 91 تحدثنا عسكرياً عن هذا الهجوم ونفكركم أنه غدوة في على مسؤوليتك يكون معنا سيد العميدة توفيق ديدي وسنة نرجع عسكرياً على كل مصار ليلة 14 أبريل في بين تهران وتل أبيب لكن توهيت نبدأ بالتداعيات كل هذا على الداخل الإسرائيلي وكذلك على المنطقة سيد العميد أول تداعياتها لغزة الساعة غزة البارحة المقاومة رفضت المقترح الإسرائيلي لأنه استثنى رجوع السكان اللي في رفح إلى الشمال إذن منطقة غير ميزان القوات غير يعني مما شجع المقاومة أنها اليوم معناها تدلي بدلويها وتلقى الجرأة بشترفض وشترفض معناها شروط إسرائيل وتقترح أنها يتم العمل بمقترحات المقاومة اللي هي معروفة من الأول مبدات الحرب شدة في أربع محاور معناها وشدة فيه مسحيح واللي هي معناها إيقاف خروج الصهايرة من غزة ويرجوع الأهالي إلى مناطقهم ويعني فتح المساعدات وإعادة العمار يعني بعدها نتكلم على تبادل الرهان إذن اللقاع أول حاجة صارت صارت أني معناها جعلت المقاومة الفلسطينية والمقاومة اللبنانية في موقف قوة وزيد على ذلك شجع الجيش اليمني البارح رام ثلاثة السفن لضربه والكارثة الكبرى كما خلت لك لما بارجة الفرنسيين عندهم مش بارش عندهم حميل طائرات واحدة اسمها شاردو جول وقديمة وعندهم بعض البوارج لما تضرب فورغاتا من أغلى الأسلحة الموجودة على الكرة أرضية هم البوارج هم معناها الأسلحة البحرية الإجزوسيت الواحد الصاروخ الواحد فوق البارجة هذه يسوى ثلاثة مليار دوائد فلسطونس صاروخ صغير رهون صاروخ بحر بحر اللي فوق البارجة هذه يسوى ثلاثة مليارات فلسطونس مش نوريك اللي معناها الضرر يسارلها ويزي ما ترجع القواعد متاحة للإصلاح ضربوا ثلاثة سفن معناها أما ماشي لإسرائيل ولا على ملك إسرائيليين وهذا يعني زاد مش وهين اليوم التداعة الأولى أنه بشي شجع المقاومة بشي شجع المقاومة للبنانية أنا على الصمود بشي شجع المقاومة في غزة على الصمود وصلت عمل والبارح وين صار القتال في بيت حنون في أقصى الشمال يعني المكان اللي قالت إسرائيل لأنه تم التنظيفه نهائيا معناها وكمين كبير صار البارح يعني أمام متعرفة الإسرائيل ما عاش فيها قواته فقط لواء موجود نحال موجود في الوسط بالضبط يعني على ود غزة هذية اللي توه موجود بالشيفس للمنطقة الشمالية ومنطقة الجنوبية ومنه يسيروا بعض التحركات لكن القوة الألوية الأربعة خرجوا ما بقاش حتى فرقة بيتوه حتى ديفيزيون حتى فرقة بقاوي استعملوا في الطيران رجعنا للمربع الأول متاع بداية أكتوبر متاع شهر أكتوبر هذه اللولانية اثنين طوال اثنين انجيوا لأخطر الأشياء نقلت رسالة مضمونة وإسرائيل تلقت الرسالة وفهمتها ليش لأن إسرائيل زادة تنظر إلى داخلها ماذا يحدث إسرائيل حبينا ولكننا نفاهم معارضة واليوم المعارضة أصبح على حق في الإقالاتهم كل اليوم بن كفير واسموتريتش طلعوا صوتهم لأنه خافوا طوى وصلوا خافوا بالحق على مصير إسرائيل ويطالبوا برد فعل عنيف معناه كما احنا كلمتهورين لعنا والداخل الإسرائيلي أصبح يشتعل راهم الداخل الإسرائيلي زي ما تفهموا راهي إسرائيل اليوم تغلي كما المرجل ليش لأنه لعباد ذاق الضرع لما يجو بناه ويعني كنحيو القوس الصغير عام سبعين عاشوا في أمان وطولوا شركاتهم وعملوا أكبر شركات إلكترونية معناها إعلامية في العالم ولكن فجأة انهار كل شيء إذا متعرفوش معناها المجتمع الإسرائيلي الخوف الأكبر من هذا خاصة أغنياء إسرائيل اللي جايين من أوروبا أنا متأكد كيتشوفش الكل قال لذا يا صحفي قال بعدها إسرائيل تلفظ تلفظ أخر أفاس ليش لأنني باش نفس إسرائيل نفس بالأمل والأمان والطمأنينة والجيش الرابعة وكل طح في الماء إذا كان اليوم يا أخويا أنتي ما قدرتش على هذا ما لاش نقوله فاش ينتظر فيكم لاش نقوله على بوتين اللي أصبح أكبر قوة جرارة عسكرية في العالم راهوا لأنه يملك الآلة الحربية يملك الآلة الانتاج عكس الصهايلة والأمريكان اللي قالت الانتاج راه يفيد شركات مدنية راهوا نتكلمه على نورث ثروب نتكلمه على الشركات بيش تقبل الفلوس راهوا إسرائيل الأسلحة هي جيت هذه والذخائر أمريكا بيش تدفع نقدا بالكاش للشركات هذه إذن اللي أمري بيش تواصل أطول راهوا لأنه مسألة بيجي مسألة ميزانيات مسألة فمتني ولا بود يتعادع كونجرس وفمتني اليوم أصبح بايدن يسرق يعادي تحت الطاولة حركة التاريخ أصبحت سريعة سماح إذن شوفوا نشوفوا بناية قاعدة تتزلزل معنا كزلزل ويمكن أن تنهارا في لحظة ما كتعرف البناية كتجتيح ما تشورش تبدأ تخلخ تخلخ ثم تسقط فجأة وهذا هو اللي خايف منه الاستراتيجيين الأمريكان اللي ننصحوا في إسرائيل يخي توأمريكا مش كنت عمياء وراء إسرائيل توقتي يقولوا بله حبس ما تلميش ما ترجش الفعل لأنه عكس الإسرائيين اللي عماهم الانتقام وروح الانتقام عكسهم الأخرين ينظروا للقدام وأصبحوا يعرفون أن أمريكا في خطر خطر ليش خطر وجودي اليوم نتكلم على هزيمة في أوكرانيا ربما المساد المستمعين ما فهموش معناها راه هزيمة للناتو راه الناتو راه أقوى قوة عسكرية في العالم من ناحية العتاد والعدة وعدد الرجال والقوة المشاركة فيها وكلها فشلت والعكس الجيش الروسي قاد يقدم 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 وبشيخذك المنطقة تعدهم باسي كل وإذا كان سكر على راوديسة انتهى أمر أمريكا راه كيرتا إذن نشوف العملية آي سيدي لخصها في كلمتي راه تمت إيهانة الحلف وإيهانة أمريكا في اللي وقع لكل هدايا هي إيهانة مباشرة الأمريكا لأنه الفرد ما هانش قال قال من يملك البحار يملك معناها العالم وكله ويكون العالم فيه هو طلع هو اليوم ضرب الكيش في أمريكا ما قدرتش على الجيش اليمني هو بان بالكيش في غزة راهو راهو نعاوده وراي المقاومة الباسلة راهو مكون عسكري صغير جدا بالمقارنة مع الهم نظر اللي قدامه مع القوال اللي قدامه راهو مش غزة مش تحارب في إسرائيل راهي تحارب في أمريكا وإسرائيل وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وساعساع تريف من دنمارك وتريف من درامين وكل الدول اللخرى يقول إذن شوفوا العجاز هذا الكل بش يؤثر عبارة واحد قوي جدا يتصارع مع واحد ضعيف وبعد ستة شهور ما قدرش عليه في الأخر بش يفش نوتيح هذا هو المشكل راهو إذن العملية عملية عقلنا ونقول لك حاجة هذي هو سموها أكل الغلبة بالنقاط رويدا رويدا حتى لين ينهار العدو وهذا اللي قاعد يصير لكن سيدا انظروا إلى تداعيات استراتيجية المجتمعات هذه من داخل شوفوا المجتمعات العربية دون تحب تتكلم عليهم موضوع ذا التفرق اللي صارت بين الحكومات والشعوب هل هذا ما يؤشرش لحد شيء